على سعيد المتصل أصدر بطاركة ورؤساء الكنائة في القدس بيانا أعرب فيه عن بالغ انتنانهم وتقديرهم لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات المسيحية والإسلامية في الأرض المقدسة على وصفه الحقيقي والصادقي لوضع مسيحي الأرض المقدسة وخاصة في القدس خلال خطابه الذي حظي بتقدير كبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة كما حي التزام جلالة الملك العلني بحماية الوضع التاريخي والقانون القائم وجهوده لدق أجراس التحذير من تدهور أوضاع حقوق الإنسان المسيحي الأساسية والمخاطر المتعلقة بالتراث والوجود المسيحي في القدس وبقية الأراضي المقدسة ودعوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي وجميع محبي السلامة في العالم إلى أخذ تحذير جلالة الملك الذي وجهه في خطابه بالأمم المتحدة بمنتهى الجدية والعمل بناء عليه اشتركوا في القناة